اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الانسان كله شخصية اليوم شخصية داود النبي طبعا كلنا عارفين داود النبي وشخصية دي كان يعني انسان يعني ممسوح من الله والمزامير بتاعته الجميلة وكلامه اللي فيه كان يعني مسبي بالحب الالهي يقول محبوب ان هو اسمك يا رب فهو طول النهار تلاوتي وشهادة ربنا عنه ما يقول فتشت عن قلب داود عبدي فوجدته حسب قلبي لكن داود النبي برغم كل الحاجات الجميلة دي نسي حاجة انه هو انسان ان احنا كلنا الانسان كله عبارة عن ايه عبارة عن حاجات حلوة لكن فيه ضعف بشري جوانا فيه ضعف فيه ممكن الانسان يقع في الخطيئة هو للأسف داود النبي يعني نسي الموضوع ده ويفتكر انه هو طالما بالرحانية دي وبيذكر اسم الله طول النهار وبيعيش فيه مسبي فيه محبة ربنا يبقى هو بعيد عن الضعف وعن السقوط في الخطيئة لكن لا الانسان فيه الضعف دا فعشان كده لما في يوم يعني شاف منظر معثر وبعدين بسبب المنظر دا كمل وقع في الخطيئة وبعده ما قع في الخطيئة حاب يغطي الخطيئة معرفش يغطيها فوصل لكمان انه يقتل زوج الست اللي هي اللي هو قرية الحتي قتل قتله في الحرب او سمح بقتله يعني في الحرب ولقى نفسه وقع في حاجات كتير قوي بسبب انه هو ما كانش يعني عنده احساس بالضعف البشر اللي جواه انه هو ممكن يقع في الخطيئة فده طبعا حاجة خطيرة جدا طبعا بعد كده هو قدم توبة كبيرة وقال بلالته فراشي بدموع مرة وسكب يعني دموع امام الله كتير قوي وربنا قبل التوبة بتاعته لكن ده بيلفت نظرنا كلنا انه رغم قداسة داود النبي انه فيه ضعف جواه وده يورينا انه محدش فينا كبير على الخطيئة مهما ربنا ادانا من نعمة وبركة ومهما ربنا عمل على ايدينا حاجات نعرف ان احنا جوانا فينا ضعف بشري قديس مقاريس الكبير في العزات الخمسين بتاعته بيقول انه جوانا وحوش احنا فيه جوانا وحوش فيه جوانا تعبين والحاجات دي لازم ناخد بنا منها انه مفيش حد فينا يعني نقي مية في المية ولا حد بعيد عن الخطيئة مهما كان يعني داود في قدسته ضعف وسقط سليمان في حكمته ضعف وسقط شمشون في قوته ضعف وسقط فهنا محدش فينا احكم من سليمان ولا حد اقوى من شمشون ولا حد اقدس من داود فدي كلها كتقامات روحية عالية جدا وكانوا يعني في محبة لربنا كبيرة ولكن لان عدم الحرص وان انا مش اخد بالي ان انا كانسان في ضعف انساني فده سبب ان الانسان يقع في خطيئة كبيرة عشان كده دا بيخلينا كلنا ناخد بنا نبقى حرصين في حياتنا اليومية مش معنى ان ربنا يديني نعم او بركة في حاجة معناها اعرف ان انا كبير عن اي ضعف او انا مش هقع في اي خطيئة لا الضعف فينا موجود والكنيسة بتعلمنا كده احنا في كل صلاة بنقول ارحمني يا الله عظيم رحمتك خطيئتي امامي في كل حين لكن دا ما يديناش نوع من اليأس بالعكس احنا برضو بنصلي بنقول عدتنا السلطان ان ندوس على الحياة والعقارب وكل قوة العدو فاحنا كمان سحين عندنا قوة الهية لكن عندنا كمان ضعف انساني فبنعيش اللي اتنين مع بعض بناخد النعمة من ربنا كل يوم ونبقى حرسين من اي ضعف خارجي او اي صوت من عدو الخير يعني يحاول يشدنا ناحية العالم او يخلينا نميل لأي عطارات فنبقى حرسين ونبقى في نفس الوقت مسكين في نعمة ربنا ودي حاجة يعني مفيش حد زي داود النبي مفيش حد في القداسة بتاعة داود النبي حاجة بتقولنا كلنا كل واحد فينا اخد بالك من نفسك انت مش اقدس من داود ولا احكم منه سليمان ولا اقوى من شمشون ربنا دينا كلنا نعمة واحمينا من اي ضعف ويحفظ ايام غربتنا لالهنا كل مجد كرام الابد امين ترجمة نانسي قنقر